انا فرحان النهاردة مش عشان منشستر سيتي رفع الكاس ولا علشان انتر ميلان خسر ولا اي حاجة ابسلوتلي يا عزيز انا فرحان عشان اخيرا شفت ايدرسون من نص النهاية وانا ما شفتوش عمال ادور على ايدرسون في نص النهاية مش شفت النهاردة سيموني انزاجي خلانا كلنا نشوف ايدرسون وبيوجه رسالة لابو الخدود ابو اللبانة المعافن ابن المعافنة اللي اسمه انشلوتي كرة القدم للشجعان النهاردة فليبو امزاجي وانت بتتفرج على المباراة والله العظيم الواحد بيديله تعظيم سلام طب هل معنى الكلام كده علي ان منشستر سيتي ما استعقاش الفوز وما يرفعش ذاته الازانين ويحتفل ورياض محرز يحتفل وجوارديولا يحتفل ودبروين وجندجانه بتاعه لا يستاهلوا كل حاجة ولكن اللي توقعناه قبل المباراة ما حصلش اللي توقعناه تاني وتالت اللي توقعناه قبل المباراة والله العظيم ما حصل النهاردة وانت بتتفرج على فريق انتر ميلان لعب كرة قدم حقيقية لعب بتاكتيك عالي جدا من قبل المباراة طبعا الواحد قاعد بيستعد وشوفنا طبعا واحدة مغنية طالعة ملت احنا مركزناش في صوتك ولا غناك ولا اي حاج حركت كل حاجة فينا وبعد شوية تلقي واحد بيأزف النشيد بتاع دوري الابطال كأنه بيأزف رسالة رسالة ابوه حاجة كده تحس ان هي احداد ولكن انا ما تفائلتش في البداية قلت اكيد هتبقى مباراة ميتة وهيبقى ماتش ميت وهيخلص بواحد صفر اي نعم خلص بواحد صفر ولكن النهاردة وانت تتفرج على المباراة خصوصا والشوت التاني كان عندك امل ان فريق زي انتر ميلان ممكن يرجع تحية كبيرة لفريق انتر ميلان ومشجعينه وجماهيره اللي النهاردة صنعوا الحدث في المدرجات وهبالك وكانوا عاملين تيفو يجنن جدا في المقابل جماهير الفريق السماوي وهبالك كانت حطا ديها على قلبها بما فيهم جوارديولا وانت النهاردة بتتفرج انا كنت قاعد مركز في جوارديولا سيبك من اللعب وسيبك من اي حاجة جوارديولا العلامات اللي على وشه ما تطمنش جوارديولا عمال يفتكر السيناريو بتاع مباراة تشيلسي في 2021 في دور الابطال وكان هو الطرف المرشح الاقوى وكان دايما الناس تقولك ان مانشستر سيتي هو بطل دور الابطال والموضوع مسألة وقت النهاردة وانت بتتفرج على فريق انتر ميلان في الشوط الاول والشوط التاني لحد ديها ستين لحد ديها ستين لو طاروا مارتنيز النهاردة المفروض ان المافيا تتباحه تعدمه لو طاروا مارتنيز النهاردة كان جنبه لوكاكو لوكاكو برضو اللي انت ما انتش فاهم تحس ان الاثنين المفروض يتسجنوا في ايطاليا المافيا بتاعت ايطاليا تتصرف فيهم كما يجب طلعت تجيكو ونزلت الوادي اللي اسمه لوكاكو وهبالك اه اي نعم عمل حركاته وهبالك وصرع وقعد يركض كتير واتحرك يمينه وشماله بتاعه وجدت غلطة من اكانجي تيجي لو طاروا مارتنيز على الناحية الشمال الناحية اليمين الناحية التانية تلاقي لوكاكو مستنيها وحالة ان هي جيله فجأة انت تتفاجئ لو طاروا مارتنيز عايز ياخد بقى ان هو نجم المباراة ويتصدر المشهد انت تصدرت المشهد وكل حاجة ولكن بالسلب اهب بقى تشرب لإزازتين مية عشان تنسى ثلاث ازايز مية واصحابك يواسوك واصحابك مش عارش ايه بتاعه ولكن انت اللي ضيعت النهائي ولكن فريق منشستر سيتي احنا في بداية المباراة كلنا متوقعين الضغط العالي اللي كان بنفزه في مباراة نصف النهائي امام ريال مادريد وقلنا ان فريق الانطر ميلان مش هيعرف يلمس كورا ولا هيعرف يبني لا ولا هيعرف يعمل حاجة ويتلاقي النهاردة سيموني انزاجي بيعزل خط الدفاع عن خط الوسط الوسط بتاع منشستر سيتي بيعزله وفي منطقة خط الوسط بيلعب راجل اصاد راجل تلاقي الوادي اللي اسمه بروفوزيتش والوادي اللي اسمه باريلا وغبالاك والوادي التورك اللي اسمه اغلو التلاتة دول مع جندجان ومع دوبرين طبعا قبل ما يتصابوا كل حاجة ومع رودري وتلاقي بقى في موقف اتنين على تلاتة اللي هو جيكو ولوطار ومارتنيس اصاد الوادي اللي اسمه اكانجي واكايي وروبين دياش ومش مخليهم يعرفوا يتقدموا المنظر اللي الواحد كان كل شوية يشوفه في مبارات منشستر سيتي يلاقي اخر واحد في الدفاع عند نص الملعب عند نص الملعب ده ما حصلش احنا شفنا النهاردة التلاتة بتوع قلوب الدفاع بتوع فريق منشستر سيتي مش عارفين يتقدموا لانك عندك جيكو وعندك لوطار ومارتنيس ضغطنهم وكمان الاجنة هتلاقي الوادي اللي اسمه دونفرز دى والله العظيم عام المباراة كويسي قبل مايطلع وحده في الشوت الاولاني بنسبة الفريق منشستر سيتي الكورا بتاعت هلند وكانت الزاوية مغلاقة جدا وقنانة بصدها وهلند معظول لأنه ما كانش فيه حد مكمل وعبالك ماني ناحية تانية نفس الهجمة كان شكلها مع لوطار ومارتنيس ولكن لوطار ومارتنيس كان معاه لوكاكو شوط الأولاني بيخلص توطر غير عادي الفرق في شوط الأولاني مبين فريق مانشستر سيتي ومبين فريق انتر ميلان الرغبة الرغبة والجيرينتا والتركيز من ناحية فريق انتر ميلان اللي هو إنكانياته محدودة لاعب واحد زي جريلتش بتمن الفريق بتاع انتر ميلان ولكن تحس ان فريق انتر ميلان نازل مركز جدا عارف حجمه جيدا لا متوتر ولا خايف ولا اي حاجة عكس فريق زي فريق منشستر سيتي ولما تصب كمان واحد زي دي بروين او اولا قبل ما يخرج دي بروين هو دي بروين كان سيء حتى العرضياب بتاعته كلها كانت زي الزفت واضح ان دي بروين بدنيا ما كانش جاهز ولكن لما خرج دي بروين ونزل فودن انا عارف ان فودن بيحب يلعب الكرة القدام بدليل ان فودن ضيع انفراض سهل جدا 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 في اشطي التاني وبالك وبيتصدلها اونان ولكن بعد ما خرج دي بروين تحس كده ان فريق منشستر سيتي في الضياء الفريق بيلعب بدون قائد جندجان النهاردة ما كانش احسن حاج استومزي نفس الكلام عندك رودري النهاردة كان الحلول الفردية لعب بجورديولا في اشطي التاني باللاه مركزية اللي عايز يعمل اي حاجة يعملها خلاص بقى انت هتوقع تلعب لي منتو منو منتو منو بتاع لا انا احاول اغير الخطة بتاعته وجورديولا ممكن يغير لك في المواتش تلت خطة تعادي مكيش مشكلة يعمل تبديلات ما يعملش تبديلات تلاقي جورديولا ممكن يغير لك كل حاجة زي ما انت هتغير ايدك دلوقتي وتعمل لايك حالا تعمل لايك حالا لو الفيديو وصلك مبروك طبعا لرياض محرف رفع النهاردة الكاس النهاردة طبعا فريق زي منشستر سيتي بيحقق السلاسية وجورديولا على المستوى الشخصي عملها مرتين مرة مع تاريق برشلونة والنهاردة بينجح مع منشستر سيتي الشيخ منصور بن زايد المفروض يكتب لك ايه يكتب لك دبي يكتب لك دبي تحس ان تاريق منشستر سيتي اي كاس هيلاقيه هياخده والله لو لاقى كاس في الشارع هياخده برضو مفيش مشكلة منشستر سيتي بطل اقوى دوري في العالم الدوري الانجليزي منشستر سيتي بطل كاس الاتحاد الانجليزي مانشستر سيتي بطل الشامبنز ليك عندك كمان هالند هو هداف دوري الأبطال هو هداف الدوري الإنجليزي أحسن لعب فيه الدوري الإنجليزي ومع ذلك إحنا كلنا عارفين البالندور برضو هتروح لمين في الآخر يعني عشان الناس ما تعودش تتفاجئ ولا أي حاجة ولكن النهاردة وأنا بتفرج على فريق الإنتر ميلان فريق محترم فريق محترم ويستهل فعلا أنه يلعب النهاية آه نعم المشوار بتاعه كان سهل حبتين وكان مفروش بالوردة حبتين من زي فريق مانشستر سيتي اللي واجه تحديات كبيرة ولكن النهاردة فريق إنتر ميلان تحس أنه هو فريق تقيل هارد لك لكل الإنترانستا ولا كل الإنترستا ومبروك لكل من هو مانشستراوي كل اللي شجع مانشستر سيتي ألف ألف ومبروك لكم